نروح مع حضراتكم لموضوع تاني والحياة موضوع مهم جداً مع دخلة المدارس ودخلين على الشرطة فمهم جداً أن احنا نهتم بأهلين في كل مكان التحالف الوطني لعمل الأهل التنموي النهاردة قدم المرحلة الرابعة والعشرين من قوافل ستر وعافية في قرية ستس الأمراء ببيبة في محافظة بني سويف وده كان بمشاركة 19 كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدمتها لأكتر من 30 ألف مستفيد قوافل ستر وعافية الحقيقة دي بتوجيهات من قصيد رئيس عبدالفتاح السيسي لدعم أهلين من الفئات الأولى برعاية والأكثر استحقاقاً القافلة بتقدم اليوم حزمة من الخدمات اللي الناس محتاجاها بيكون في القافلة في قوافل طبية فيها كل التخصصات اللي الناس ممكن تكون محتاجاها يعني الناس محتاجا أجهزة تعودية بتقدم من خلال هذه القوافل كمان مسألة تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية ده كمان بيقدم خلال هذه القوافل وفي عملات لطرق الأبواب كمان علشان توزيع مواد غذائية فيها وجبات فيها لحوم ضمن مبادرة خيرك سابق وده كمان بيكون في كارنفال كده مخصص للأطفال في معرض للملابس زي ما بقوله حضراتكم إحنا داخلين على الشتاء ومسألة إعادة التدوير وزي ممكن نرشد من استهلاكنا وبيبقى فيه شونط بتوزع وأدوات مدرسية وإحنا داخلين على الموسم الدراسي الجديد مهم جدا إن إحنا نشتغل على ده القافلة كمان بتتكلم عن مسألة التمكين الاقتصادي ودي مسألة مهمة جدا زي نقول للناس دي إنه فيه مشروعات صغيرة متوسطة ممكن تاخدوا فيها تمويل وتشتغلوا فيها وزي كمان يكون فيه مشروعات وأفكار لهذه المشروعات القافلة كمان بتهتم بالمساعدة في فك كرب الغارمين والغارمات يعني زي ما حضراتكم بتابعوا معنا كده هذه الصور من قافلة ستر وعافية بالتحالف الوطني العام الأهلي والتنموي إن شاء الله يعني كل التوفيق لهذه القافلة تقدر توصل للعدد الأكبر من أهالينا في بني سويف